بسم الله الرحمن الرحيم كنزا عظيم جدا من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس روى الإمام الحافظ السيوطي في كتابه الجامع الأحاديث والإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبدالله بن عباس من قرأ الصورة التي يذكر فيها العمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس أعظم منقبة في الحديث ده إنه ما فيش تعيين لعدد الملايك يعني أكثر الحديث الرؤية عن إيبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأعمال العظيمة بيكون فيها تعيين وغالباً بيكون لعدد سبعين ألف ملك وحياناً أربعين ألف ملك يعني مثلاً الحديث الكتورات يرى خواتيم صورة الحش الصبح بالليل آخر أربع آيات وهي رقها من جميع الأمراض والحديث حسنه جمع من العلماء زي ما من الترمزي وغيره بيصلي عليه سبعين ألف ملك طول اليوم ولو ما يموت في أي وقت يموت شهيد اللي يقرأ أول ثلاث آيات من سورة أهل عمران أول ثلاث آيات من سورة الأنعام الصبح بعد صلاة الصبح هو قاعد في جماعة بيصلي عليه أربعين ألف ملك وفرواية سبعين ألف ملك برضو طول اليوم أو في رواية لغاية يوم الأيام فكتير من الحديث اللي رأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء الأعمال فيها تعيين للعدد هنا ما فيش تعيين للعدد فكلمة صلى الله عليه هو ملائكة معناها ما لا يحصل للملائكة كل ما يزيد منزود عدد الملائكة كل ما يزيد عدد الملائكة اللي بتصلى عليك بس صوابه يزيد فضلا عن أن يوم الجمعة أي عمل صالح بيضا ضعف صوابه أكثر من ألف ضعف وقلت الكلام ده رحاتكم أكثر من درس ليس من أعياده أمتي والعياد ده رواية الإمام أشام الديني المتقي الهند في كتابة كنز العمال وقلت رحاتكم الأدلة القاطعة على صحة هذا الحديث ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة وتسبيحتهم في يوم الجمعة أفضل من ألف تسبيحة ورقعتان في يوم الجمعة أفضل من ألف رقعة يعني معنى كده أن أي عمل صالح بيضا ضعف صوابه أكثر من ألف ضعف لذلك كل حضراتكم أكثر من التسبيح والتهليل يوم الجمعة وقلت رحاتكم صلوا صلاة التسبيح يوم الجمعة لأن صوابه أعظم جدا الحديث اللي بقول لحضراتكم ده أنه عن طريق عبد الله بن عباس بيقول لك لو أنت قريت سورة آل عمران يوم الجمعة تصلي عليك رب العين سبحانه وتعالى والملايكة حتى تغيب الشمس محددش عدد ملايكة عدد كبير جدا من ملايكة مش ربنا بيقول إن الله وملائكة يصلون على النبي كل ملايكة يقوي هذا الحديث أكثر من الحديث أولا رؤية هذا الكلام عن مكحول من كبار علماء التربعيل بالسنة دين صحيح بالسنة دين صحيح عن مكحول قال نفس الكلام اللي بيقرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملايكة صلى الله عليه سبحانه وتعالى والملايكة حتى تغيب الشمس في رواية تانية رواية تانية وأنتهى لحضراتكم وأكثر من طريق إن اللي بيقرأ سورة البقرة سورة آل عمران ييلة الجمعة يكون له نور يوم القيامة أو يجع الله له نورا يوم القيامة كما بين لبيدا وعريبا قال مفسر الحديث لبيدا سبع أرض وعريبة سبع سماء وفي رواية أخرى كان له نور كما بين عريبة وعجيبة عريبة سبع أرض وعريبة العرش يعني يبقى لك نور من السماء للأرض من السبع سماء لسبع أرض وأنت قرأت البقرة وآل عمران في يوم ليلة الجمعة سنة عظيمة جدا جدا فيه ناس كتير بتقرأ صوت البقرة كل يوم في ناس كتير بتقرأ صوت البقرة كل يوم فلو تقدر تزود لها آل عمران حتى لو في بعض الليالي خاصة ليلة الجمعة يبقى شيء عظيم جدا لأن يوم خاصة يوم الجمعة ليه ليه عشان استواء عدد لا يحصل من لك بتصلي عليك وأيضا رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقرأ البقرة آل عمران في ركعة ويطلب من ربنا أي حاجة ربنا يدهاله أي حاجة ربنا يدهاله اقرأوا زهروين رسولة كده سماء فإنهو يأتيان يوم القيامة كغاممتان أو كغايبتان يحاجان عن صحبهما يعني بتزلك عمزة الشمسية يوم اليامة لما الشمس بتقدم رؤوس العباد وتبقى فوق تبقى دباغ الواحد مننا على بعض على بعض ميل النس هتنصهر من العرق هتغرق في عرقها هتنزل العرق سبعين زراعة تحت الأرض لكن اللي بيقرأ البقرة وقاله عمران فبقى لكم بقى اللي بيواصل على قراءتهم كل جمعة وبقى لكم اللي بيواصل على قراءتهم كل ليلة وفي عديث ثاني اللي بيقرأهم في كل ليلة ربنا يدونه النور عظيم يوم اليامة زي ما بين السماء السبعة والأرض السبعة ف... لو ما يش قادر يدون ليلة يبقى لأقل يوم اليوم الجمعة خاصة قاله عمران عشان الفضل العظيم اللي ب segments صحح بعض انها من طرقه مختلفة عديث مكحول عريس الفضل العظيم عجيبة وعريبة فكل عديث لكم كلم ده في الوصف. انسخوا هذا الكلام. وانسخوا هذا العين في صحاب راضيهم. اقول له قولي هذا. واستخفر الله اليوم.